السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم قائلة اسلامية جميلة. اهلا بكم في فيديو جديد وفيديونا النهاردة عن الضهب الصيني زي ما انتم شايفين كده وده كان في العتبة. اه اي حاجة كانت بتبدأ من خمستاشر وخمسة وعشرين. وفي حاجات اغلى في اساور بالخاتم بتاعها. اسورة بالخاتم بتاعها. هتشوفوها معي في الفيديو. وهنا اشكال الخواتم وحلقان ومحابس يعني حاجات كتيرة جدا وذليات للسلاسل. المحابس باشكالها. ودية الاساور. طبعا الاسورة اغلى من خمستاشر وخمسة وعشرين زي ما انتم شايفين كده. وممكن تفاصله معي يعني دوة تقاعد عند آآ الشرق العطار بتاع آآ الموبايلات اللي في العتبة اكيد كلكم عارفينه اللي في اول آآ انتخلت العتبة بعد حلاوة كده. آآ يعني بعد المدام بالزبط. وفي سلاسل. ودي الدلات بتاعت السلاسل. انا اقرب لكم الكاميرا. وهنا اخواتي ببقى اشكال تانية. ودي ازواء وكل واحد بيختار زوقه. في ناس بتحب الحاجات تبقى زهرة جدا. وفي ناس بتحب الحاجات سيمبل. يعني دي ازواء. وفي غواش الغواشة بخمسة وعشرين. بكل اشكالها. وفي كل هات. يعني كان عنده ومشكلة جميلة. وفي ناس بتحب الخواتم دي. انا زي ما قلت دي اسواء. وطبعا يعني كل واحد يعني بيختاره على حسب زوق هو. والحاجة اللي بيلبسها بتقول لها يا عليه. في ناس ممكن تلاقي عليها الحاجة سيمبل. وما تلاقيش عليها الحاجة الاوفر. وفي ناس بتحب الحاجة الاوفر ممكن تلاقي عليها وما قلتش عليها الحاجة السيمبل. يعني دي ازواء. وهنا واقف عند محل محمد فوزي. فوز محمد عدلي ولا ايه? فوز محمد عدلي. وهنا الشارع اللي عطرت على الموبايلات قد قد.